في واحد من الأخبار المهمة جدا والتي تستحق أكثر من حوار وأكثر من نقاش أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية على منشأة بنحو مليونين وستمائة ألف ريال وذلك لمخالفتها عددا من الأنظمة تمثلت في حيازة وتصنيع منتجات غذائية ومستحضرات دوائية ومنتجات تجميل داخل فيلا سكنية دون الحصول على ترخيص وأوضحت أنه تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق والإحالة للمحكمة المختصة ليش قلت في البداية أنه خبر يستحق أكثر من نقاش وأكثر من حوار لأن مثل هذه الأمور لها أبعاد أخرى وتترتب عليها قضايا كثير يعني ماذا عن الأشخاص اللي استخدموا هذه المستحضرات الدوائية والغذائية خلال فترة الضرر الذي يمكن أن يلحق بهم إحنا اليوم نتكلم على أشياء صنعت في فلا سكنية ما فيها ترخيص ما نعرف إش وسائل السلابة اللي اتخذت فيها ولا المواد اللي استخدمت فيها ولا الطريقة اللي عملت فيها وقدمت فيها إلى الناس عقوبة الغرامة المالية العالية أمر جيد عقوبة الإحالة إلى النيابة والمحكمة أمر حديدي رائع نتمنىه دائما في مثل هذه الأمور وعدم التهاون فيها ويا ما فتحنا حلقات نقاشية نقول فيها أن مثل هذه الأمور تستحق الضرب بيد من حديد لكن التبعات الأخرى ما الذي سيلحقها نظاميا وقانونيا اليوم لابد من الضرب بيد من حديد على مثل هذه التفاصيل حتى تصبح من الأمور المنعدم حدوثها من مخالفات لأنها تتعامل مع الناس ومع الجمهور مباشرة وفي أهم منحيين الغذاء والدواء أنا أشكر الهيئة العامة للغذاء والدواء على متابعتها ورقابتها واتخاذ هذا الإجراء ولكن أتمنى أيضا أن يقبلون أن نفتح حلقات حوارية ونقاشية موسعة في هذا الجانب نوضح للمشاهدين تفاصيل المتابعة تفاصيل الرقابة تفاصيل القضاء التفاصيل القانونية التي تنتظر كل من يخالف والملف الأهم التبعات التي تحدث لمن استخدموا هذه المستحضرات خبر مهم جميل مفرح لنا أن يتم القضاء على مثل هذه الظاهرة ولكن ما زلنا بحاجة إلى قوة أكبر عقوبات أكثر وحوارات متسعة حتى نفهم فيها كل التفاصيل بعد هذا الفاصل ألقاكم في أول موضوعات أهل الحوارية